إذا اشتد عليك الكرب والبلاء افرح واستانس وانبسط لأن الفرج وصل كلنا نعرف الآية فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى وهي من الآيات اللي تبعث الطمأنينة والإنشراح في الصدر ولكن في برض الآيات كثيرة في القرآن تعطي نفس المعنى وتبعث في نفس الطمأنينة والسرور خذ معي الآية هذه لقد نصركم الله في مواطنة كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت اشتد الكرب الآية اللي بعدها على طول ثم أنزر الله سكينته بعد الكرب الفرج لا تجزع ولا تحزن وش يقول الشاعر إذا ضاقت عليك إذا ألقى الزمان عليك شر وصار العيش في دنياك مرة فلا تجزع لحالك بل تذكر فكم أنضيت في الخيرات عمرا وإن ضاقت عليك الأرض يوما وبتت إن من دنياك قهرة فرب البيت ما أبكاك إلا لتعلم أن بعد العسر يسر بعد العسر يسر وانفراج إذا اشتد الكرب افرح ففرج الله آت الله محاله الله يوفقنا وإياكم